اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الرباط اليوم مع سعادة السيد فولكر توريك المفوض السامي لحقوق الإنسان وذلك بمناسبة عقاد اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الخارجية ومفوضية حقوق الإنسان في مختلف المجالات المتصلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته وسبل تعزيزه وتطويره لما من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة بالإضافة إلى السعراض أبرز ما تم تحقيقه ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 التي تشكل خارطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والظروف الإنسانية التي يعاني منها السكان المدنيون واللاجئون وذلك جراء الحرب على قطاع غزة وجنوب لبنان حضر الاجتماع سعدة سيد خالد بن سلمان لمسلم سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية